من اليوم الأول من الحرب والولايات المتحدة الأمريكية أطراف كثيرة جدا في المجتمع الدولي مخاوف وقلق متزايد أن رقعة الصراع لا تنحصر فقط على غزة والحرب عليها وتمتد للإقليم بشكل واسع إلى أي مدى هذه المخاطر ممكن أن تتحقق على أرض الواقع في مقبل الأيام هل شوف حضرتك قبل أن نتكلم عن توسيع رقعة الصراع في المنطقة هناك خلفيات نلقي الضوء عليها أو نضيء عليها حتى نصل إلى النقطة التي تتحدث عنها حضرتك في بداية عملية 7 أكتوبر طبعا العملية بدأت زي ما شفنا كلنا وزي ما العالم كله شاف العملية كانت مفاجأة تم تعطيل نظام الرادار ونظام الإنذار المبكر واجتياز السياج الحدود الفاصل بين غزة وإسرائيل على النحو اللي شفناه كلنا طبعا العملية عملية نوعية مختلفة تماما يعني مناطق الصراع العربي لإسرائيل على مدى تاريخ هذا الصراع من سنة 48 لغاية النهاردة مختلفة تماما عن هذه العملية لأول مرة في هذه الصراعات بين إسرائيل والعرب أو الفلسطينيين تحديدا يتخذ الصراع هذا المنح طبعا العملية كانت نوعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى استخدمت فيها أسلحة حتى الآن حدث صدمة داخل المجتمع الإسرائيلي داخل الحكومة الإسرائيلية داخل منظومة الأمنية الإسرائيلية حتى الآن كيف وصلت هذه الأسلحة كيف تم التدريب عليها كيف استخدمت كيفية تنفيذ هذه العملية على هذا النحو من الدقة والتدريب والكفاءة العالي فطبعا العملية بأبعدها قدت اتجاهات أخرى بدليل أن العالم كله انتبه أنه في قضية فلسطينية النهاردة التحذير من توسيع جبهة الصراع لتمتد إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل أو دخلت أطراف تانية زي الحسين في اليمن اللي أطلقوا صواريخ وطيارات مسيرة على بعد ألفين كيلو يعني ألفين كيلو طيارات مسيرة بتوصل لداخل إسرائيل ده طبعا عملية نوعية أخرى المواجهات اللي بتتم بين حزب الله وإسرائيل في جبهة الشمال ده برضو عملية نوعية لأنه انتقاء الأهداف والتركيز عليها بعد حرب الألفين وستة حرب الألفين وستة كان المواجهات مواجهات تكتيكية ومختلفة تماما الصواريخ اللي كان بيمتلكها حزب الله في عام ألفين وستة مختلفة تماما عن منظومة الصواريخ التي يمتلكها الآن منذ أيام أعلن حزب الله عن امتلاكه لصواريخ مضادة للأليات البحرية أو القطع البحرية طبعا دي رسالة كانت موجهة للإدارة الأمريكية تحديدا اللي هددت بقصف مناطق حزب الله والدخول في المعركة فطبعا هناك تداخل إقليم وتداخل دولي في هذا الصراع الآن وضح تماما الرسال كانت واضحة توافد الزعماء والرؤساء من أوروبا ومن أمريكا على هذا النحو توجه القطع الحربية الأمريكية هناك أطراف أخرى دخلت في هذه المواجهات لم تعود المواجهة مقصورة فقط بين إسرائيل والفلسطينيين لكن من الممكن أن تتخذ أبعادا أخرى وهو ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم الأول لهذه المواجهات وحذر من أن تتجه هذه المواجهة إلى صراع قد لا يحمد عقباء أو تمتد أصاره إلى دول المنطقة